في البداية الشركات المصنعة لمشروبات الطاقة كانت بتستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة إلى 35 سنة وكانوا يعني زي ما بيقولوا كده الشركات دي والشوم في الأرض كده أنا عايز أقول لكم في كل أنحاء العالم الشركات دي مكروهة جدا مكروهة جدا يعني فيه نوع من مشروبات الطاقة مشهور جدا جدا كان بيعمل مصنع في النمسا أنا عايز أقول لكم البلد اللي كان هيتعمل فيه المصنع دي يعني احتجوا احتجاجات رهيبة وفي الآخر أكبروا الشركة دي إنها تمشي من المكان اللي كان مفترض إنه يتعمل فيه المصنع ده لأن فيه كتير من الناس عندهم وعي فكانوا في الأول شركات الطاقة دي مشروبات الطاقة دي بتستهدف الفئة العمرية دي اللي هي من 18 إلى 35 لكن مؤخرا الجشع وحب المال والرغبات الحالة أنا شايفها رغبات غامضة في تدمير الجنس البشري خلى الشركات دي تستهدف المراهقين وحتى الأطفال هتقولوا لي الأطفال هقول لكم حالا في سنة 2017 كان فيه مطالبات في مجلس العموم البريطاني اللي هو زي مجلس النواب عندنا في بلدنا كده بحذر مشروبات الطاقة في المدارس البريطانية أنتوا مستوعبين أقول لكم إيه؟ متخيلين لاكتياح حصل لغاية فين؟ إنه بقى مشروب يعني منتشر جدا في المدارس مش في الكافيهات فمجلس العموم اتحرك وقال لازم يقف فيه مطالبات الحاجات دي توقف في سنة 2018 زادت المطالبات المجتمعية بحذر بيع مشروبات الطاقة لبانهم أقل من 18 سنة فعشر يوليو 2023 زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي اسمه شاك تشامر دعا الجهات التنظيمية لإجراء تحقيقات موسعة بشأن نوع جديد نزل في الأسواق العالمية من مشروبات الطاقة وبيروج له على اليوتيوب عن طريق اتنين من النجوم فاكرين أنا قلت لكم إيه في الأول؟ واحد أمريكي والتاني بريطاني خلاص المشروب ده اكتشفوا أنه يعني غير أنه يعني هقول لكم أنهما كانوا بيوجهوا بقى للأطفال للأطفال المشروب ده مكتوب عليه مكونات وكل حاجة بدأوا يعملوا تحليل أكتر وحاجات أكتر فاكتشفوا أنه هم منزلين نوعين من المشروب ده منهم نوع عادي ونوع اللي هم بيقولوا عليه اللي هو ما فيهوش المخاطر الكبيرة دي لكن مع مرور الوقت ابتدت العلامة التجارية دي تنتشر والناس ما بتميسش ده أنا مش عايز أقول لكم كده بس ده ابتدى النوع اللي هو المفروض اللي هو شبه آمن هو مش آمن اللي هو يعني المفروض ينفع ابتدى ده يقل تدريجية من الأسواق والنوع اللي هو المضر قوي هو اللي يضغى أنا عايز أقول لكم النوع ده فيه 200 ميلي جرام كافيين 200 ميلي فيه ناس تقول لك أم 200 ميلي يا دي نسبة مخيفة عشان تبقوا عارفين في الطب يعني وفي العلم ودي ضعف كمية الكافيين اللي موجودة في أي مشروب من المشروبات المنافسة بتاعة الطاقة يعني فيه مشروبات طاقة كده شهيرة وبتعمل لها إعلانات والناس كلها عرفاها وبتستجد النوع بقى الجديد ده كمان فيه ضعف كمية الكافيين أقول لكم حاجة غريبة جدا منظمة الأغذية والدواء الأمريكية للإف دي إيه بتالي كلنا كنا فاميلير أو كلنا حفظنا اسمها أيام ربنا يعني ما يعدها أيام اللي هي أيام الكورونا أيام الكوفيد كانوا دايما يطلعوا البيانات وزي جامعة جونز هوبكنز كده ودايما منظمة الأغذية والدواء الأمريكية دي معروفة أن هي أكتر جهة في العالم بتدقق مثلا في التصريح بدواء معين أو التصريح بأغذية أو الكلام دي كلها فعشان كده الإف دي إيه ده يعني لما يبقى فيه شركة تقولك إيه إف دي إيه أبروفد يعني واخد موافقة من الإف دي إيه فأنت كله وإنتم تطمن أو إشرب وإنتم تطمن أو خد الدواء ده وإنتم تطمن تمام؟ منظمة الأغذية بقى والدواء الأمريكية الإف دي إيه دي حذرت من مشروبات الطاقة دي يعني هي ما فيش ليسن هي حذرت خلاص تمام كده من سنة 2007 وقالت في تقرير مهم جدا أن بعض الشركات المنتجة لمشروبات الطاقة تروج للمنتجات دي اسمعوا بقى على إنها إيه البديل القانوني للمخدرات أنا يعني بعد اللي أنا قلته ده عايز الحقيقة أكلم الأباء والأمهات وأكلم المراهقين والمراهقات وأكلم المشاهد الأباء والأمهات أقول لهم ولادكو مسئولية ولادكو ربنا سبحانه وتعالى مسئولية أنتو ربنا سبحانه وتعالى هيسألكو عن نفسكو مبدئيا هيسألكو عن صحتكو هيسألكو أنتو عملتوا إيه في صحتكو لأن انتو مهمين بالنسبة لأساركم حضرتك كأب أو حضرتك كأم مهمين بالنسبة لنفسكو ومهمين بالنسبة لأولادكم فما تدفعوش بنفسكم إلى التهلك وكلمة للمراهقين والمراهقات وطبعا الأباء والأمهات مش بس بقى مسئولية عن نفسهم لكن انتو مسئولين عن ولادكو وما تقولوا ليش الكلمة السخيفة اللي هو هنعمل لهم إيه يعني لا تعمل لهم إيه توعوهم ما بقولش تتضربوهم ولا تخنقوهم بس يتوعوهم تقولوا لهم الأضرار عاملة إزاي للمراهقين والمراهقات اللي أنا ما بحبش حياة تسمية دي بس للشباب والبنات الصغارين الحاجات دي مش هي اللي هتخليكو كبار ولا نضجين أنا مش بفلسف ولا بنظر بس انتو أنا جايلكو بأعمل مستقبل اللي هيخليكو كبار ونضجين ونكحين في الدنيا إنكو تبقوا محترمين وتبقوا متحققين في الدراستكو ونكحين فيها وبعد كده نكحين في شغلكو نكحين اجتماعيا محبوبين بتعملوا الصح هي دي الحاجات اللي هتخليكو كبار المقام مش بس كبار في العمر بستعجلين على إيه وأي حاجة بتدركو وبتدر صحتكو ابعدوا عنها ابعدوا عنها في كتير منكو بيمرسوا رياضة وبقوا مطلعين وبقوا يعني أصدقاء للإنترنت بشكل رهيب ادخلوا على الإنترنت وشوفوا اللي أنا بقولوا ده شوفوا صح ولا غلط هتلاقوا أكتر من اللي أنا بقولوا كمان وأخيرا كلمة للمشاهير وصناع المحتوى مش بس إنكم ما تعملوش بقى إعلانات ودعاية لمشروبات الطاقة أو الحاجات المضرة لا انتو كمان اطلعوا وععوا الناس ضد أضرارها انتو دي مسئوليتكو طالما أن انتو ربنا سبحانه وتعالى خلاكم في وضعية إن الناس بتتبعكم اكسبوا سواب في الناس اطلعوا وقولوا للناس يا جماعة المنتجات دي خطر من غير ما تقولوا أسماء يا عم عشان ما تدخلوش في مشاكل قانونية للأسف خلاص قولوا مشروبات الطاقة خطر اتأكدوا من كلامي ورجعوا ورايا وبعدين اطلعوا كده حد الوجه اللي كده يطلع يقول يا جماعة مشروبات الطاقة دي خطر يا ولاد ويا بنات ما تعملوش الحاجات دي وما تاخدوش الحاجات دي لأنها مضرة ترجمة نانسي قنقر